بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة بمناسبة عيد الأم كل سنة وانت طيبة يا أمي بس يا جماعة انتو ايه تصوركو عن الاحتفالكو النهاردة بعيد الأم هتجيب هدية وتديها للولدة لا مش كفاية تيجي نبدأ حاجة جديدة تيجي نتفق في بسمة أمل النهاردة لكل اللي بيسمعوني دلوقتي انك بعد ما هتخلص بسمة أمل النهاردة هتعمل حاجة قوية جدا أحلى من الهدية هتجيب الهدية يعني عشان ما حد تشوفها بكلامي غلط لكن هتعمل حاجة تانية جمدة جدا أحلى من الهدية عارف إيه هي صاحب أمك من النهاردة أنا أمي أصدقاء إزاي صاحب أمي حكي لها حكي لها أخبارك قعد حكي معها صاحبها صاحبها زي ملك صحابك صاحب أمك أخرجت عشة معها برة عمل لها أكلة في البيت وقل لها أنا اللي هعملها لك كلمها في التليفون ابعت لها رسالة جميلة حكي لها عن أخبارك وقل لها وانتي كمان حكي لي أخبارك إيه وعمل إيه صاحب أمك صاحب أمي مش معنى في عيد الأم أصل هو دو قمة البر اللي ممكن تعمله لأمك إنك تصاحبها ياه قمة البر مش إن أنا أسمع كلامها لا أكتر من سماع الكلام قمة البر إنك تكون أنت وأمك أصدقاء طب أنت متخيل إن حديث النبي الرجل اللي رايح للنبي وبيقول له يا رسول الله من حق الناس بحصن صحابتي مين أكتر واحد المفروض صاحبه الرجل بيسأل على الصحاب مين الشخصية اللي صاحبها في الحياة قال أمك فعشان كده الرجل أمقيل له ثم من يعني يا رسول الله أنا مش بسألك على الأمومة أنا بسألك على الصحاب أم النبي قال له أمك فالراجل أمسائل التالت ثم من قال أمك فالراجل فهم قال ثم من قال أبوك أصاحب مين في الدنيا صاحب أمك وأبوك لأن هم مش حيرشوك لأن هم مش حيتحكوا عليك لأن قمة السعادة بالنسبة لهم إنك تحكي لهم وتعد معاهم فيه شباب يقولك على فكرة أنا 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 أبدا مش عاقل أبويا وأمي أنا ما بغلطش فيه عمري ما غلطت في أبويا وأمي عمري ما غلطت في أمي بس أنت ما بتعودش معاها أنت بتخش قطك وتقفل على نفسك قطك وتعود بالساعات أنت حتى لما بتعود معاها ماسك الموبايل وعمال تبعت على واتس أب وعمال تبعت لصحابك وتكلم صحابك ممكن صاحب أمك ممكن تكلمها دلوقتي بعد ما الحلقة دي تخلص وتقولها بحبك وتقول لها ما تيجي نقعد مع بعض تيجي نخرج مع بعض ممكن تقعد معاها تقول لها أنا عايز أحكي لك أخباري وتحكي لها حاجات مفرحة وحاجات تاخد رأيها فيها حتى لو أنت عارف هتعمل إيه بس تاخد رأيها ممكن تحسسها أن أنت حتى منها طالع من بطنها وأنك عشت في يوم من الأيام كان وطنك كله هو بطنها كان هو دا الوطن بتاعك لأنك كنت عايش جوه ممكن تدي حب لأمك وتدي عاطفة وتدي سؤال واهتمام مش كفاية أن أنت تطبطب عليها ولا تقول لها دعيلي ولا أنك تبوص رأسها طبعا كل دي حاجات جميلة مش كفاية أن أنت تجيب لها هدية في عيد الأم طبعا حاجة جميلة مش كفاية أن أنت تقضي معاها اليوم النهاردة كل دا مش كفاية لا في حاجة أكبر صاحب أمك وشوف القرآن يقول لك نفس الجملة وصاحبهما في الدنيا معروفة خليك صديق لأبوك وأمك وبالذات أمك لأن النبي قالها ثلاث مرات ساعتها فعلا بسمة أمل لكل أم في عيد الأم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة